المهرة البحرانية تعتزل لملك البحرين والشعب البحريني عما صدر منها فقد اعتزرت الفنانة مهرة البحرانية للشعب البحريني وقادته بسبب ركسها العرضة عند استقبالها العدد من الزوار السعوديين إلى دولة البحرين الشقيقة بعد استقناف عودة الطيران السعودي الدولي بعد تعليقه لمدة تقرب إلى 14 شهرا وقد هاجمها المتابعون مشيرا إلى أن هذه الركسة العرضة تخص الرجال دون النساء بينما اعتبرها البعض أنها تعبيرا لطيفا عن سعادتها بعودة الحياة مرة أخرى حيث قالت الفنانة في مقطع فيديو عبر احسبها الخاص في السناب شات واجب علي الاعتزال للشعب البحريني قال منذ أربع سنوات ونص استقريت في البحرين ولم أسئ لأي أحد لكن هالمرة زعلتكم مني فواجب علي الاعتزال سأحوضح لكم شلي صار اللي حصل غلطتي وين أمس ومنزلت العرضة بمنسبة دخول هالي البحرين استنكروا وزعلوا مني هالي هني وين الغلط؟ الغلط أن أنا نزلت على الساحة ورزفت وهذي يخالف عاداتنا وتقاليدنا في البحرين اللي أنا ما كنت أعرف عنها أو كنت جاهلة في هاي النقطة فهني أنا طلعت أنا فعلا غلطانة فواجب علي اليوم أنا أطلع واعتذر منهم وبالعكس أيال ديرتي محشومين وفوق راسي طول ما أنا قاعدة وسطهم وعايشة بينهم وبنياتهم وكل يوم أصبح عليهم وكل يوم وياهم فواجب علي الاعتدار منهم هذا واعتدار جدا كبير لأبونا وأبوي جلالة الملك حمد بن عيزة وجميع شيوخنا وكل خواتي وإخواني الشعب البحريني أنا جدا أعتذر فلو الأخير لا تنسونا أنا ابنياتكم وعرف وعرفت حجم غلطتي والغلط راكبني أتفقوا إياكم من راسي إلينا ريولي واجب علي الاعتدار وهم وجب عليكم تنبيهي وبنفس الوقت ابنياتكم ما أطلع والضفر وعمرة ما يطلع من لحمة ترجمة نانسي قنقر